طيب، أنا حقول لك مشاكل القلون يا وليد حالل بص يا دكتور، ما عايزة حضرك؟ يعني عايزة أقول لحضرك، نسبة كبيرة من البشر يعني عندها مشكلة مع القلون يا إما ارتجاع مريء يا إما بيأكل ويرجع حتة بتزايب الليل على المخات دوانية يا إلا بي ولا عليه إيه فجأة عند ارتجاع مريء فعايزين نقول للناس الأول أن تلاشى ارتجاع المريء ومشاكل القلون وإزاي نعالجه؟ دي تهميني قوي في الموضوع ده؟ كويس قوي، ممتاز جداً نبتدي بقى نقول لوليد يعني إيه قلون عصبي والناس اللي عنده قلون عصبي وده يعمل إيه؟ حال لازم لو كان فيه قلون عصبي إنه هو مع كل أكلة بيحس بانتفاقه وقلون جامد في جسمه يبقى لازم نعمل شوية حاجات معين أولاً لازم تحت إشراف طبي يعني إيه؟ لازم نتأكد بالضبط هل ده مشكلته مشكلة عضوية ولا كممكن تكون، والكلام ده جديد، ممكن تكون مشكلة نفسية يعني نفسيته هي اللي متضايقة هو ده اللي عمله القلون العصبي يعني ممكن لو كان المتضايق نفسياً يجيله قلون عصبي فعلاً، هل داي ناس كتير قوي يقولك أنا قد خانقت النهاردة مرة واحدة لقيت القلون بتاعي كبر وببقيتش عارف أخد نفسي علشان الحكاية دي محتاج إلا أنا أعرف بالضبط هل المشكلة عضوية ولا مشكلة نفسية طب نبتدي أول نقول إن هي مشكلة عضوية نبتدي ندي العلاج لمدة أسبوع أسبوعين وبعد كده لو ما فيش استجابة يبقى نبتدي نحلها كمشكلة نفسية حال ونبقى لو عندي مشكلة نفسية علاجاتها كتير ونحاول نقلل لكن إن إحنا نمنع الارتجاع المريء ونمنع القلون العصبي محتاج إلا أنا ماكلش قبل النوم على قل بساعتين تلاتة علشان ما يحصلش الأكل يرجعني حتى لو سليم ما عندوش هي مشكلة وده المصبوط فعلاً قبل ساعتين لازم يكون موقفين الأكل خالص ولو فيه ارتجاع فعلاً نحاول نرفع المخدة شوية على أساس إن إحنا ما يبقاش فيه ارتجاع ما يبقاش ثابت كده يبقى تقريباً 45 درجة نايم بهم هو ده اللي يحسس إن هو ما فيش مشكلة مع العلاج من غير علاج يبقى تأكد إن هو حيرجع له تاني وهيبجي له على طول العلاج ده علاج دايم والعلاج فترة معينة بص على حسب بقى إحنا لازم نعرف إيه سببه لو كانت المشكلة عضوية فيه مشكلة تسببت ارتجاع المريء ممكن يكون فيه عندي مشكلة فيه عنق المريء نفسه فيه عندي زيادة في الحموضة نبتدي ندي العلاج المناسب وندي في نفس الوقت اللي هي من عملية توازن في فرز الحموض وهقول لك على حاجة تانية مهمة جداً إن زيادة الوزن ممكن تكون من الأسباب الرأسية في ارتجاع المريء ترجمة نانسي قنقر